روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر حسم ترتيب كباتن المنتخب رفض اجراء اي تغييرات في معايير الاختيار وقرر الابقاء على محمد صلاح كابتن المنتخب دي معروفة محمد صلاح كابتن المنتخب اللي هالي محمد صلاح هيكون باللاقدمية طيب من الاسماء اللي تالي محمد صلاح في ترتيب الكباتن في منتخب مصر انت بتتكلم فيه احمد حجازي رقم واحد وعمر جابر رقم اتنين وبعد كده عندك كمان احمد الشناوي ومحمد ابراهيم ومحمد الشناوي ده ترتيب الكباتن في حال تساوي اي لعبين في معايير الاختيار هيكون الكلام على مشواره الدولي كان فيه كم مباراة وكان مشاركاته قد ايه مع منتخب مصر عشان ما يحصلش اي لغة يعني لو اتنين لعيبة داخلين منتخب مصر او لعبوا المباراة الاولى في منتخب مصر مع بعض فهيكون الترتيب حسب مشاركاته الدولية الاكثر مع منتخب مصر زي مثلا حجازي وعمر جابر اتنين شاركوا مع بعض الاول مرة مع منتخب مصر بس حجازي له الافضلية لان مشاركاته اكبر مع منتخب مصر نفس الامر مع احمد الشناوي ومحمد ابراهيم احمد الشناوي له الافضلية لان مشاركاته الدولية اكبر من محمد ابراهيم لغم الاتنين داخلوا منتخب مصر الاول مرة مع بعض دي حكاية شارط القيادة في منتخب مصر الفترة اللي جاية